السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائي العزاء طلب الدبلوم الاقتصاد الاداري الفرقة الاولى معكم دكتور عيد رشاد عبدالقادر مدرس الاقتصاد كلية التجارة مع تحين شمس وان شاء الله هنشرح المحاضرة الاولى في الاقتصاد الاداري طيب احنا اتكلمنا مع بعض في حاجة اللي هي اسمها انواع انواع الدوال وقلنا ان في حاجة عندنا اسمها الدوال ذات المتغير الواحد اللي هي يعني ايه الدوال ذات المتغير الواحد يعني دلة فيها متغير مستقل واحد متغير مستقل واحد زي ايه لما قول لما قولنا الدلة دي واي اف اكس السوي اف اكس معناها اي يعني واي ده المتغير التابع تمام دلة في اكس اللي هي الاكس دي ده المتغير المستقل واحد. يبقى المتغير المستقل هنا اكس واحد والمتغير التابع واي. يبقى لو متغير مستقل واحد يبقى الدلة دية اسمها ايه؟ دلة آآ زاتة متغير واحد طيب النوع ده من الدوال بتندرج تحت دية الدلة الخطية رقم واحد الدلة الخطية اللي هي اللي هي خطية يعني لما نجد اسمها بتاخد شكل خط مستقيم او اعلى اس فيها تبقى اس واحد والصغة بتاعدها بالشكل ده قلنا واي بتساوي ايه زيرو ده السابت بتاعد دلة ده الانترسيبت بلاس اي وان اي وان ده اللي هو بتاعد دلة اللي هو الميل في اكس يبقى المتغير التابع عندنا هو واي بيساوي ايه؟ ده الانترسيبت او السابت اللي هو اي زيرو زائد اي وان اا اكس اي وان ده ده السلوب او الميل بتاع الدلة يبقى ده كده او المتغير المستقل اكس ده المتغير سوري واي ده المتغير التابع اكس المتغير المستقل اي نود ديت اللي هو الانترسيبت او ثابت الدلة اي وان ده ميل الدلة طيب شكلها البياني عامل ازاي؟ اه ده الشكل البياني بتاعها لو قلنا ده المحور ده كده المحور الرأسي او واي وده المحور الأفقي اللي هو اكس ده كده الخط المستقيم ده تعبير البياني عن الدلة طيب الخط البياني ده هنا ماغر بنقطة الاصل بيمر بنقطة الاصل اللي هيدي امتى الخط ده يمر بنقطة الاصل لو قيمة اي نود دي بيسوي زيرو يعني هنا مفترض الشكل ده ان اي نوت او اللي هو السابق الانترسيبت بتاع الدلة ده زيرو. زيرو يعني الدلة بتمر بنقطة الاصل. طيب لو كان مسلا اي نوت ده واحد. والعلاقة والميل موجب. يبقى في النقطة دي اللي عنده واحد هنا كده. هيبقى بدء ماشي كده. تمام? يبقى هنا الخط ده الميل موجب يعني الرقم اللي هو ال اي النوت ده. يبقى ال اي نوت ده واحد. الاي نوت. سوري الاي وان هنا. الاي وان اللي هو الميل الخط ده ميله موجب. موجب لان هنا قدام الاي وان زائد هي موجبة. تمام? طيب لو كان سالب ويمر بنقطة الاصل. هيمر كده. يبقى زي الخط ده هيبقى لو الميله سالب هيمشي كده. يبقى بيمر بنقطة الاصل. يعني الاي نوت ديت هي زيرو ديت. زي قيمتها سالب زيرو. ولو كان سالب بتبتدي برضو من هنا. من رقم سالب من هنا كده. طيب بهمنا شكل الدلة الخطية وشكلها الرياضي والتعبير البياني لها. عندنا النوع التاني من الدوال الدوال اللي هي اللي هي الدوال غير الخطية. الدوال غير الخطية بيدخل تحتها اول حاجة الدلة التربعية الكوادراتيك فانكشن. الدلة التربعية. شكلها البياني آآ الرياضي الصيغة بتاعتها كده. واي دي المتغير التابع. بيساوي اي زيرو اللي هي السابت بتاع الدلة. بلاس اي وان في اكس. بلاس اي تو اكس تربعية. يبقى هنا دلة تربعية لان هي المتغير الاعلى درجة فيها القص هنا اتنين. بتأخذ دلة تربعية. ان هي قص اتنين. طيب. الدلة التربعية ديت شكلها البياني عامل ازاي? شكلها البياني بياخد الشكل ده. والشكل دوت بيبقى اسمه البارابولة. بارابولة يعني القطع المكافئة. شكلها كده. يعني لو انا افترضت هنا ان واي هنا اتنين من عشرة اكس تربيع. فشكلها هيبقى كده. شكلها هيبقى ايه? طيب كل ما المعامل بتاع اكس ده يكبر. اللي هو واي هنا بالسواسرا. هنا واي مسلا لا زرق ده واي بالساوي اكس تربيع. يبقى الخط اللي زرق ده هي. شوف القطع المكافئ شكله هيضم كده شوي. هيبقى اكسر انحضارا. طيب لو كل ما معامل اكس هنا اهو يكبر الرقم ده من اكس. يبقى ازا القطع المكافئ ده يصبح اكثر انحضارا. طيب. لو اكس تربيع ديت اللي هو المتغير ده قدامه سالب. القطع المكافئ هيبقى لتاح شكله لتحت كده اهو. في الشكل ده. لان الرقم بعد ما تربعه هتضربه في السالب فهيتقلب كله سالب لتاعت. فالشكل هيبقى كده لتاعت. يبقى ده شكل الدلة. شكل الدلة التربعية. الدلة التربعية طبعا بايه زي ما قولنا. ان اعلى قص فيها هنا اتنين. عندنا الدلة التكعبية اللي هي الكيوبك فانكشن. الدلة التكعبية هنزود اكس. يعني نفس الدلة اهيه. واي ده المتغير. المتغير التابع. واي نوت سابت الدلة والانترثبت والسلوب باي وان. وهكذا اي وان اكس. باي تو اكس تربيع. في اي تري اكس تكعيب. طبعا. اه تكعيب هنا لان القص اعلى قص فيها تلاتة. دي كده اسمها الدلة. الدلة التكعبية. والرسم البياني لها كده اهو. في الجزء ده طالع كده الفوق. الجزء الموجب والجزء السرب هنا نزل تحت. بقى ده الكيوبك فانكشن. اه فانكشن. وفيه برضو عندنا الدلة من الدرجة الرابعة لو قص اربعة من الدرجة الخمسة قص خمسة وهكذا. طيب عندنا برضو ايضا من الدوال اللي بتستخدم في الاقتصاد الدوال اللغاريتمية. لوجاريثميك فانكشن الدوال اللغاريتمية. وهي بتبقى في الصورة دي. واي ده المتغير التابع اهو. بيبقى ايه? بيسوي لوج اكس للأساس بي. لوج اكس للأساس بي لان هو اللغاريتمي فيه يعني اه ليه حاجة اسمها الاساس? فيه اللوج ده العادي ده اللغاريتمي العشر. اللي هو يعني اقول اللغاريتمي اكس للأساس العشر. الأساس عشر. يبقى هنا المتغير اكس ده المتغير المستقل. ولوج هنا ديت البي اساس بيه دوت ممكن يتغير ممكن باساس عشر. لأساس الطبيعي فيه اللغاريتمي الطبيعي اللي هو اللين اللين. للي الاساس بتاعه ايه. وفيه ايضا الدوال القسية اللي بيبقى فيها الدوال القسية بيبقى فيها المتغير المستقل في القس. يعني حل المتغير التابع ها هو وي بساوي بي اكس 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 هنا موجودة في القص ودي المتغير مين ده المتغير المستقل بيبقى هو هنا لايه ده المتغير المستقل بيبقى ايه في القص او اخد موقع القص ودي هناخد تطبيقات عليها في مجال الاقتصاد طيب ده شكل الدلة كده ده الازرق ده ده شكل الدلة الايه القصية اه سوري دي اه دي الدلة القصية اهو واي بساوي اي ايه اللي هو العدد ايه اللي هو اللي هو اساس اللغراتنا الطبيعي اللي هو ايه فاصل اه اتنين وسبعين من مية تقريبا كده الرقم قص اكس اكس هنا اكس دي هنا متغير ايه متغير اه يعني هي اللي في القص العلامة دي تديه علامة القص والدلة اه اه الدلة القصية اللغرات مية بتبقى عكس القصية كده لين ايكس وي بساوي لين ايكس اللي لقى اللغرات من الطبيعي الاكس ده عكسها يعني ده معكوس ده في حالة عندي برضو اسمها الدوال ذات المتغيرين اللغرات من زد والمتغير المستقل للتالت واي وهكذا الدوال دي فيها كتير جدا في اقصاد مثلا منها دلة الطلب دلة الطلب لو قلنا ان الطلب ده اللي هو كيو دي الكمية المطلوبة بتبقى فانكشن في حاجات كتير يعني لو خلنا ده مثال فانكشن في ايه اه فانكشن في البرائس اللي هو السعر السلعة وفانكشن في الانكم لو قلنا الانكم ده امي مثلا وفانكشن في اسعار السلعة الاخرى اه البي واي بسعر السلعة واي مثلا وهكذا ومجموعة عوامل الاخرى يبقى هناك الدوال ذات المتغيرين او اكثر يعني معناها بيبقى فيه اكثر من متغير مستقل لكن ما ينفعش يبقى فيه غير متغير تبع وحيد وهناخد امثلة على هذه المحاضرات ان شاء الله في امثلة على هذه الدوال في المحاضرات القادمة بازن الله كده وصلت لنهاية المحاضرة دي انا حبيت اذكركم بس بانواع الدوال اللي احنا اخدناها وهعمل لكم امثلة اقتصادية على الدوال دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته